وأعود إلى قصة الفتاة النور الموصلية المأساة التي عاشتها وهي ابنة الاثنى عشر عاما التي بعها والدها لمقاتل من داعش والتي عرضنا قصتها قبل قليل مع مراسل الأخبار الآن وسام يوسف حول هذا الموضوع تنضم لنا عبر الأقماس تنعية من أربيل مباشرة السيدة ميسول بياتي مديرة منظمة أوديسا لتطوير وحماية المرأة العراقية وسيدة ميسون مساء الخير أهلا بك معنا الفتاة نور مأساة هذه الفتاة الموصلية ربما هي قصة لملايين القصص إذا ما صح التعبير عن فتيات عاشوا مآسي مشابهة أو مختلفة بحسب توثيقات بحسب مسامعته من قصص يعني ما حجم المأساة التي عاشتها الفتاة العراقية في ظل داعش أهلا وسهلا بالبداية أظن أنه قصة نور هي قصة قصة آلاف البنات اللي خضعوا لفترة تنظيم داعش تنظيم داعش ما استثنى لا الأطفال ولا الكبار ولا أي فئة من المجتمع بالنسبة لطفلة نور أتصور قصتها يعني كلش مأساوية أنه طفلة في العاشرة من عمرها يتم بيعها العنصر من عناصر داعش واللي قوم بيعها هو والدها يعني هاي الأثار النفسية اللي رح تتركها على الطفلة يعني مدى حياتها ما رح تنسى الموقف هذا من والدها سيدة ميسون المعروف لكن نرجع ونقول صحيح تفضلي نعم تفضلي أنه هي حالها أفضل من حال المختطفات الإيزيديات والتركمانيات اللي تم اختصابهم عشرات المرات من قبل عناصر داعش وبالتالي لم يتم لا محاسبتهم ولا القصاص منعتهم نعم طيب سيدة ميسون يعني أنه مأساة عاشتها طفلة كان عمرها عشر سنوات الآن هي الفئة عشر عاما يعني مأساة أكبر من حجمها أكبر من عمرها أكبر من كل شيء الآن معروف على المجتمع العراقي والمجتمع العربي مجتمع محافظ كيف سيتقبل المجتمع هذه الطفلة الآن بعد معاشته مع هذا المقاتل في داعش وأيضا الفتيات الأخرى التي تحدثت عنهم أيضا الإيزيديات مختطفات اللائعة تصبنا عشرات المرات كيف يمكن تأهيل حتى المجتمع ربما أو تغيير الفكرة لكي يتقبل هذا المجتمع المحافظ العربي هؤلاء الفتيات بصراحة المجتمعنا ما يتقبل هيش حالات لكن احنا نحاول كنشطاء من جهة المجتمع المدني كمدافعين عن حول نعم نعم فقدنا الاتصال بسيدة ميسون إذن فنحاول العودة لها عادة من جديد أستاذة ميسون نعم تفضلي كنت تتحدث عن تقبل المجتمع لهؤلاء الفتيات تفضلي نعم هو دور المجتمع المدني دور المجتمع المدني يقع العاطقة دور كبير أنه على توعية المجتمع أنه هؤلاء الفتيات أو هذه الفئة تحتاج إلى عناية ورعاية رعاية نفسية لأن الأمر تم يعني مو بإرادتهم بالتالي المجتمع يعني فكرة أنه البنت تكون مختصبة يعني فكرة جديدة أو خلينا نقول ظرف صعب أنه يتقبل المجتمع لكن علينا أنه نآمن بالواقع ونتقبلها البنات ونقدم لهم كل الدعم ورعاية بالأخص أنهم مفتيات يعني صغار في السن يعني يحتاجون إلى الدعم ورعاية صحيح طيب سيدة ميسون ربما نور كما ذكرت تقرير يعني لديها شجاعة كبيرة ورغم ما عشته من مأساة ومن معاناة يعني تريد أن تتمم دراستها أن تنظر إلى حياة جديدة إلى مستقبل جديد هذا الشيء لا ينطبق على العديد من الفتيات الأخريات لربما نلاقي يعيشنا نفس التجربة هنا دوركم كمنظمات دوركم كنشطاء لحماية هؤلاء لمد يد العون لإعادة تأهيلهن حتى الفتيات حتى لاستعادة ثقتهن بأنفسهن كيف ما هي الخطوات طبعا الفتيات عمر نور دايما يكونون مقبلات على الحياة أكثر وعدهم أمل بالحياة أكثر يعني هذا الشيحنا لاحظناه من خلال لقاءنا بالناجيات من تنظيم داعش لقاءنا مع اليازيديات يعني دايما نلتقي بهم وعدهم أمل بيكمال الدراسة باستئناف حياتهم بشكل طبيعي لكن احنا كمنظمات وكمجتمع مدني لازم نخلينا برامج معينة حتى تقدر هاي الطفلة أنه تستأنف حياتها تستأنف تعليمها تعيش ببضع طبيعي صحيح طيب كيف كيف من أين يجب البدر سيدة ميسون طيب سيدة ميسون كيف كيف ذلك حتى مثلا بالنسبة للأهالي اللائي بديهن فتيات كيف يمكنهم الوصول إليكم مثلا كيف يمكن ماذا تقولين لهم يعني كيف يمكن مساعدة هؤلاء الفتيات الآن حتى من أهاليهم طبعا احنا كمنظمات لنا زيارة زيارات هؤلاء الفتيات الناجيات يعني عندنا مثلا زيارة الكامباد زيارة الدورهم عندنا أرقام تليفون خط ساخن ممكن أن يتصلوا بنا يعرضوا مشاكلهم بالتالي احنا نشوف الجهة اللي ممكن نتقدم لهم الرعاية ما هو رقم الهاتف رقم الخط ساخن ربما نكون وسيلة لمساعدتهم ما هو رقم الهاتف للأزف الخط ساخن موجود معي لكن ما حافظته ممكن أنه نعم في وقت لاحق ممكن أن نعرض تقرير صحيح نعرض تقرير أو نعرضوك خبر أو في موقع خبر الآن بالنسبة للتفضلي نعم أشكركي أشكركي جدا على هذه المداخلة بعنا أشكركي على هذه المداخلة وطبعا سنتواصل معك لكي نأخذ الرقم الخط ساخن سيدة ميسون وكي لكي ربما نكون وسيلة لمساعدة إحدى الفتيات شكرا جزيلا لك سيدة ميسون بياتي مديرة منظمة أوديسا لتطوير حماية المرأة العراقية كنت معنا عبر الأقمال الصناعية من أربيل شكرا جزيلا لك